نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن منع الطلاب من دخول الحرم الجامعية وذلك لعدم سداد المصرفات الدراسية قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي التي شددت على أحقية جميع طلاب الجامعات في دخول الحرم الجامعي والالتحاق بكلياتهم حتى في حالة عدم سدادهم للمصرفات الدراسية مشيرة إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها لسداد المصرفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصرفات دراسية أو مدن جامعية بشرط استفاء الأوراق المطلوبة